امتى شفت فريلا متعصب جداً يعني فيه موقف تفتكه اه طبعاً ماتش السوبر طبعاً ماتش السوبر اللي تحول تماماً طبعاً احنا واحد صفر اه في الامارات مسكين النادي الاهلي غسلينه واحد صفر هب بضرب الجزاء للنادي الزمالك يعني عارف يعني ايه احنا في اول ماتش كده 2-0 في اهلي وزمالك كابتن حسام غالي كان بيزع وبيشتم في اللعيب خلاص الماتش كان ساعتها كمان فيه ظروف صعبة جداً في النادي الاهلي والجمهور قالب على النادي كله كنا احنا بنكسب ساعتها كل حاجة فماتش السوبر كهربا خد الكرة من محمد ابراهيم مستر فريرا فضل يجري وعايز ينزل الملعب نو 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 وفطل فعلاً يزع هتوه ويشتم ويعمل كل حاجة بالبرتغالي وفي الاخر كهربا مضيع ضربة الجزاء وقامت مردودة علينا ضربة الجزاء واحد واحد اتنين واحد في اول الشوت وخسرنا الماتش 3-2 ده اكتر ما تشوفنا فيه كان عايز يكسر القوضة عمل ايه بقى لما دخلنا هو كان عايز يكسر القوضة ويبهدل الدنيا وعمل كل حاجة ليه عشان هو قال محمد ابراهيم كهربا مستر كور لا احكي عمل ايه مع كهربا يعني ما عملش معنا حاجة بس هو كان متعفرت كان متجنن اول مرة شوفه كان كده بقى وسبحان الله كان قلبه حاسس مثلاً فهو قبل ما كهربا يمسي الكور قاعد يقول نو 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 ويزع ويجري على الخط ودخل خطوة جوه وبيعمل كل حاجة عشان يلحق مرة تخيل وانت بتحكي كده فكهربا ههو اللي مسي الكورة خلاص لأ متحاولة تخيل كده وكهربا خارج ودخل قط اللبس بين الشوتين هو كب بيفكر في وتردد بعدها جون يعني شوف اتنين صفر بقى خسرنا الشوت الاول اتنين واحد ليه فريدا ما عاش نفس فترة النجاح العظيمة دي في الفترة التانية ما هيدي أنا بقى يعني أنا ما عاشتش شوية معاه الفترة التانية فهو بالنسبة لي اول سبب اللي الجهاز المعاون ما كانش موجود كان معاه جهاز معاون مختلف نموزاجي هما بعد كده جمس كفاركو تقريبا الميدا اه بالضبط نونو الميدا وجواه الناس كده كانت معاه كانت منجه حاجة دا في الشغل كان الناس عارفة هو كان بيوقف بره بس كده كان كل واحد عارف شغله ايه دور ايده دا ايه دا ودا ايه كنا ساعتها فرقة جامدة جدا جينا في مطش ارلندو كان كسب الزمالك اربعة قابليها السنة اللي قابليها وكسب الاهل اربعة لو فاكر ارلندو بتاع جنوب افريق فاحنا رحين نلعبهم في كونفدرالية دا فاحنا كلنا بقى مرعوين رحين نلعبهم في جنوب افريق لسه مجوش هنا فاورلندو جامدين جد فكل لما يبصوا واحد في وش واحد فينا في المحاضرة كنا في رمضان وعايزين نصوم فكل لما يبصوا في وش واحد فينا يقولوا ايه دا تقوش يا كاسفر وما في ايه وانتو خايفين انتو هتلعبوا برشلون انتو بتعملوا اللعيبة كانت متوترة وبتاع فضل يشحن فينا ايه خلاص يلا نروح ما نلعبش يشحن يشحن نزلنا المطش دا عملنا اقوى مطش مثلا للزمالك من عشر سنين في الفترة دي اثنين واحد في رمضان مصطفى فاتح ومعروف يوسف فهو كان ما وصلنا والفرقة دي كانت تكسب الزمالك والاهل اربعة صفر واربعة اتنين واربعة واحد في السنة اللي قبلها على طول لما كانوا بيقوا في افريق تحطوا في ترتيب ايه فريرة بين افضل مدربين اجانب الليجوم مصر رقم واحد طبع بس اعتقد الانجازات يعني هنقول انه جزيه عمل كتير يعني لكن بالنسبة لنا كانت قدريبه شغل فريرة طبعا